بعد ثلاثة أشهر من تسلمه مقاليد حكم المحافظة ما يزال محافظ عدن عبد العزيز المفلحي غير قادر على التحكم بمفاصل القرار السياسي والمالي والإداري فيها ومع ذلك وبحسب مصادر مقربة يبذل المفلحي جهودا كبيرة لمحاولة إدارة مدينة تعصف بها صراعات السياسة وأضحط عرضة لتعقيدات تدخلات الخارجية عين المفلحي محافظا لعدن في السابع والعشرين من إبريل الماضي بالتزامن مع قرار جمهوري أقيل فيه المحافظ السابق عيدروس الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي وفي السادس من مايو المنصرم وصل المفلحي إلى عدن وسط استقبال رسمي وأمنيات شعبية بإزدال الستار على دورة الصراع والعنف الذي تعيشه المحافظة ورغم العوائق السياسية والعقبات الأمنية يحاول المفلحي رجل الأعمال وخريج العلوم السياسية إدارة المحافظة وسط حقل من الألغام ووفق مصادر إعلامية يقيم المفلحي في مكان لا يتجاوز الخمسة عشر مترا داخل قصر المعاشيق وفي هذا المكان يستقبل زواره لم يستطع محافظ عاصمة اليمن الاتحادية كما تقول تلك المصادر تأمين حتى مسكن خاص به وتبدو الأمور أكثر تعقيداً حيث يرفض المجلس الانتقالي تسليم مبنى المحافظة مما يجعل التفكير بمكان بديل لإدارة المؤسسات والتواصل مع المواطنين إحدى الخيارات المتاحة أمام المحافظ الجديد وصل المفلح إلى عدن وسط تعهدات خليجية ودولية بدعم الشرعية بإعادة إعمار عدن لكن تلك التعهدات ما زالت في خانة الوعود بينما يتم الصمت وأحياناً الدعم على تحركات مجلس انتقالي غير رسمي يدير أموره من داخل المحافظة وبأدواتها